السلام عليكم ورحمة الله اليوم عندي نموذج أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي اليوم امتحنن بيها طالباتي وحبيت أن أنزلها لكم وطبعاً أنا قبل فترة شارحة نفس هذه المرشحات يعني نفسها بالضبط جدي شارحة فيديو شرح مع الحل فهيسا يعني بس أذكركم بيها يعني نفسها بس تكتبون المرشحات اللغة الإنجليزية تطلع لكم هذه بقناتي موجودة بقوامل التشغيل يعني السؤال الأول عندنا القطعة هذه من ضمن الكتاب والحل مالتها قدامكم هذه الحل true النقطة الأولى false 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 true هذه القطعة قدامكم وهذا الحل هذه القواعد عندنا هاي مثلاً بيتار مدام عدي مفرد أخلي إز يعني مو آر هنا عدي آم نخلي آي الفعل المساعد آم والضمير الفاعل نخلي آي وقايز شيلو آي نخلي آي مستر هادي هنا lives مدام عدي مستر هادي lives يعني الفعل البيأس مو الفعل المبيأس إز إراك وير نخلي مو وين وير إز إراك أين الإراك آي نخلي هادي إذا عندنا آي وذي ويو يخذن هادي وشي وهي وإت يخذن هادي إذا ما دام عدي آي نخلي هادي I want to study لو studying نخلي study ما بي آي آي انجي لين 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 عدي آي اللي في ياخذ فعل مجرد هنا عندي لست آي و لست بي قايل what's your name باعو what's your name قايل my name is بنين فنخلي هادي البنين قايل where are bundes from البند مين من الصين هاذ الدي معين إز داليا from إيجيبت أي سؤال يبدي بإز نخلي yes she is when language do you speak what's what language do you speak فنخلي نقول I speak Arabic ما دام عدي سبي نخلي هادي Arabic شنو بعد what time get up متى تستيقظ يقول استيقظ أنا 7 o'clock 7 o'clock إذا نخلي سي what color is Iraq flag ألوان العلم العراقي هاي black black white black white red and green إذن A هنا عدنا جايبة تلهم صور وتخلون هاي عدي النح طبعا هاي الاختيارات هي من بين هاي هاي shark إيتالي و B النحلة و مزقوف السمكة وباندة هنا عدنا النحلة خلين B الباندة الشار السمك القرش و إيتالي وهذا المزقوف يعني هنا قدامكم بس تخلوها هنا عدنا سؤال الاختصارات عدنا إت إس قايل هو إت هاي إس هاي ثري ثيرتي يعني بثلاثة ونص تو أكلوك نخلي تو ونقط هاي صفرين ماكرونيا إيتالي كاري إنديا هنا إنجلاند العلم الإنجلاند يعني الأحرف المفقودة جابان بس هاي أي ثنينات هنا باندة ليزي كات بليفور تركي تركيش تايلاند تاي هنا عدنا التلقيط يقايل جايب دانس شي كوك اون ساندي أي كلمة أول حرف من التلقيط نخلي كابتل لتر إذن دو دو وبعديا ساندي يعني بس هذن ينزل النفس ما هنه بس أول حرف من كابتل لتر داس وعدنا ساندي اللي هو S الحرف ونخلي علامة استفهام مثل ما قلت لكم خاف يعني صورتها أو شرحتها بصورة سريعة موجودة بس كتب المرشحات تطلع لكم شارحتها بالتفصيل وإن شاء الله تستفادوا لمنعتها شكرا